اللي جيت قال ده هو الصح لا فلان عامل فيديو على تيك توك ولا علان عامل قناة على يوتيوب ولا كل البكش ده هنجينا نجد الترحيب مرة تانية بساة النائب مصطفى سالم وكيل لاجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كم إيه اللي الحكاية هنيجي نتكلم في تساؤلات تانية أستاذ يوسف عن الموديل هل يحق لي أنا كمصري في الخارج إن أنزل أي موديل لأي سنة ولا محكوم بسنوات معينة هنا القانون تحدث عن إيه لو أنا ملك أول أنزل أي موديل بمعنى إيه يعني لو أنا عندي سيارة موديل 2010 بس أنا الملك الأول اللي رحت الأجانسة واشتريتها وهي ما زالت معايا أنا جبتها هزير وسنة 2010 بالضبط كده أنا ملك أول للسيارة يبقى من حجي أن أنا أنزل السيارة دي مش من حجي لو أنا مش الملك الأول إلا موديل ثلاثة سنوات بمعنى إيه إنتاج عشرين لا عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين لو أنا مش ملك أول يبقى السيارة هنا مستعملة ثلاث سنوات لكن لو أنا ملك أول مفتوحة ملهاش سنة موديل دي حاجة الحاجة التانية فيه التفاجئات جمهوركية مع الاتحاد الأوروبي بإعفاءات جمهوركية طب لو أنا هجيب من أوروبا يبقى أنا هدفع الوديعة في حدود الضرائب بس يعني أنا كده عمليا ما عنديش ضريبة وارد عندي رسم التنمية ما عنديش رسوم جمهوركية عند الضرائب بس ورسم التنمية بيجي حد هنا يسأل طيب لو أنا مقيم في دولة واشتريت من أوروبا لو أنا اشتريت من أوروبا أنا عايش في السعودية مثلا وعاوز أجيب العربية من ألمانيا من أي دولة من فيها الاتفاجئات طيب لو أنا هجيبها من بشارة من هناك أحجز واجيبها يبقى هاخضع للإعفاء وادفع قيمة الوديعة بما عادل قيمة الضرائب بس حلم لكن أنا لو جيبتها من البلد اللي أنا مقيم فيها أنا هجيب مثلا عربية أي نوع من اللي بينتج في الدول الأوروبية بس هجيبها مثلا من السعودية لأ هنا هتطبق عليها إيه الاتفاقية دي حلو طيب أنا جيبت العربية وجيت مصر من حج أن أبيح حول عليها حظر بيع زي مثلا سيارات المعاقين عشان مستفيدة بمزايا لأ معليهاش حظر بيع من حج تاني يوم أن أنا دخلت العربية مصر أن أنا ممكن أبيع العربية أو أتصرف فيها ماشي مدة المبادرة دي كام؟ مدة المبادرة دي أربع شهور أربع شهور الناس طيب ليه من خلال ست شهور تحدثنا في ده وتناقشنا في اللجنة مع وزارة المالية ومع البنك المركزي ومع وزارة الهجرة والوزارات المعنية اللي كانت حضرة معنا كانت وجهة نظرهم تمثلت في حشتين الحاجة الأولى أني أنا لو طولت مدة المبادرة قد يكون هناك أثر ثلبي أكبر على صناعة السيارات في مصر والدولة مهتمة حاليا في توجيه رئاسي زي ما حضرتك عارف بالاهتمام بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وإحنا في سبيل ده اللجنة العليا لصناعة السيارات برأس رئيس الوزراء اجتمعت ووضعت عدة خطوات تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجية استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر وبالفعل إحنا في مجلس النهوة بهذا الأسبوع أصدرنا أول تشريع اللي هو خاص بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات تم إصدار قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وأيضا قانون خاص بإنشاء سندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة دول صدروا دول أول خطوات تنفيذية فأنا بشجع صناعة السيارات فمش عايز أطول في مدة المبادرة عشان ما يكونش لها أثر سلبي أكتر على صناعة السيارات في مصر الحية التانية عشان ما يحصلش نوع من التراخي عند المصرين المقيمين في الخارج لو أنا خليتها ست شهور طب إيه خليني مش هبدأ دلوقتي هعملها في الشهر السادس طب ما تمدونا مدة تاني فهي المبادرة مرة واحدة مرة واحدة لأن دي مبادرة استثنائية ولمدة أربعة شهور وإيه عندك فترة الاستراد سنة سنة استراد تستورد في خلال سنة